أصبح عبدالفتاح السيسي هو اللي جاي لك بمبادرة الاحتلال الإسرائيل يقول لك استسلم يا يحيى السنوار هتسلمه سلحكه تفاصيل المبادرة المصرية شوف المرحلة الأولى هنعمل هدنة إنسانية لمدة أسبوعين في الهدنة الإنسانية سيكون هناك وقف لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الصواريخ من قبل المقاومة دي بنود المبادرة المصرية هيكون فيه كمان الإفراج عن أربعين رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال وكبار السن وبعدين هنشوف إيه بعد كده قصادهم 120 أسير فلسطيني دي المرحلة الأولى من المبادرة المصرية المرحلة التانية هي حوار وطني فلسطيني حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية هنعمل فيه حكومة انتقالية ننفس فيه لقاله عبد الفتاح السيسي دولة منزوعة السلاح لن يكون فيها مكان للأنفاق ولا لكتائب القسام ولا الجهاد الإسلامي ولا الصواريخ ولا أي حاجة خالص دولة منزوعة السلاح بإشراف مصري وحكومة انتقالية وانتخابات وتحكم الضفة وغزة السلطة الفلسطينية أو سلطة عربية المرحلة التالتة مرحلة التالتة أنه هيكون فيه وقف كامل لإطلاق النار انسحاب إسرائيلي من غزة إشراف مصري قطري على الأوضاع داخل غزة تسليم كل الرهائن اللي عنده حماس لإسرائيل في مقابل الإفراج عن عدد معقول من الأسرة الفلسطينيين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعدين لن ننتقل من مرحلة إلى أخرى إلا لما نلتزم بالمرحلة إلا قبلها يبقى دي الفكرة بتاعة إيه؟ دي الفكرة بتاعة عبد الفتاح السيسي أو الشارف الغرياني حاليا اللي هو إحنا نعمل دولة منزوعة السلاح مفيش فصائل مقاومة مع سلاح مفيش قسام مفيش جهاد مفيش سرايا قدس مفيش أي حاجة إحنا اللي هنيجي نشرف إحنا اللي هنيجي نزبط نجيب محمود عباس اللي هو أصلا محمود عباس وكل طين في الضفة الغربية اللي هو مش عارف يعمل أي حاجة اللي هم بيقتله الشباب لاحتلال بيقتل الشباب وبيقتحم جنين وبيقتحم مش عارف كذا ومفيش كلب بلدي بيطلع يتكلم يقول لهم انتوا بتعملوا إيه؟ لا عفتاح سيسي ولا محمود عباس مفيش حد فيهم كده كان ذكر وطلع قال لهم طب حماس مش موجودة في الضفة انتوا ليه بتعملوا كده؟ طيب مش انتوا عملتوا اتفاق هدنة إنسانية في الأول برعاية قطرية مصرية بين قوسين؟ اه الشباب اللي راحوا قدام سجن مش عارف اسمه سجن عوفر ولا سجن ايه؟ اللي اتضربوا بالرصاص هناك وتقتل منهم خمسة مفيش حد فيكو طلع أتكلم ليه؟ انت داخل تعمل نفسك وسيط وانت راكب عربيات الاحتلال الإيطالي وجايلي بيها؟ يعني هم اللي مركبينك وصرفين عليك ودعمينك وانت جاي عملي فيها وسيط مشترك؟ هو جماعة ايه ألف به الوساطة؟ انك تبقى طرف محايت مش كده؟ طيب هنفترض ان مصر طرف محايت يكون معاك أوراق قوة بتلزم الطرفين انما انت ملبس لي الشرف الغرياني شبهي وليبي وجاي على أساس النبيني وبينه علاقة فانا كده هاقتنق بكلامك؟ فانا كده هاستجيب للي انت بتقوله؟ رد يحيى الصنوار على هذه المبادرة العباثية اختصروا في جملة واحدة نشر رسالة طويلة تكلم فيها عن الحاجات الخسائر اللي كبدوها لجيش الاحتلال تكلم عن ان القيادة السياسية لازم يعني تضمت جراح الشعب الفلسطيني وتشوف مطالبه لكن قال كلمة هي نفسها اللي عمر المختار قالها للشرف الغرياني قال له ايه؟ قال له لن نخضع لشروط الاحتلال الاسرائيل نقطة اشتركوا في القناة